اليوم معنا 600 ألف أمرأة تقريب تشتغل في القطاع الفلاحي وانا تحدثت عليه بإطناب كبير تقريب 92% منهم غير تغطية اجتماعية ما يتحدث عليهم حتى حد إلا كم يصير حادث ويتموت منهم منساء وانا نذكر انا كنت في البرلمانة عام 2019 وصراحانا نذكر عملنا قانون بعد الحادثة الكبيرة في سيدي بوزير يذهب أضحيتها تقريب 20 أمرأة توفيت و21 أمرأة تقريبا تجرحت خرج قانون لتخصيص نقل خاص بهذه الفئة ولكن إلى حد الآن لم يقع شيء من هذا كان ثم منظومة خرجها يوسف شاهد وقلي كان يحكم منظومة أحميني مع الأسف الشديد منظومة أحميني متعطلة وتقريبا بعد هذه التعظم تعمل اجتماعي وتقريبا ثم ثلاث مرأة اليوم الناس هذومة يعني يتسالهم الدولة فلوس لأن المنظومة ذي تعطلت ومع الأسف الشديد احنا كيجي المناسبة اليوم العالي من المرأة أول 13 قوة عيد المرأة نحكيه على أدن التناصف ونحكيه على كدلك ونحكيه إذا عمل طفل يسهر وعليش طفل يسهر والطفلة متسرج في الليل وغيرها وهي تجاهل الكثيرون هذه الفئة اللي هي فعلا هم جنود الأمن الغذائي التونسي لأنه كل هما يوكلوا في التونس اليوم في المرشيات في كده إلى آخر ورئيس الجمهورية تحدث سابقا مشاه من عرشوين مشاهل سيدي أحد الأحياء الشعبية وحكيها حديث ولكن مع الأسف الشديد بقى مجرد حديث زادة لأنه مش مجرد أن يمشوين عملوا تصويرها ونعبروا هو في نفس الحديث هذا روحاته بتاع التطبيع تواجههم بعد باي شو نجمو نعملوهم من النساري فيه النساري دم اخترت الموضوع ما يسير شو نجمو نعملو لهم اليوم القانون موجود القانون يشفيه كيف يجمو نفعلوه اليوم نساه هذومه يجب الساعة نوفره المنقل اللي كيما جاي في القانون اللي يخدم فيه اللي يخدم فيه مثب قانون معمول انتبقوا يعني أنا نقول لك الناس هذوم ضحاء الدولة الدولة متواطئة مع هالناس اللي خدموا فيهم والدولة اللي تتحمل مسؤوليتها في أن نتحلم شاكل للناس هذومه اللي بقين يموتوا كل يوم أولا الأجر متاحهم تعرف الأجر متاحهم كده الأجر متاحهم كان 16 دينار وطرش نوع زادوهم 17 دينار هذا روبة تيوري كمان لكن عمالين يخصهم 400 دينار يخصوا تحت الحيط أنت تخيل في العطلة اللي فاتت أكيد وانتو بتحدثتو علي لنذكر هذا ثم صارت حادث ثم واحدة مات معها ولدها لأن في العطلة ما تلقيش من تحط ولادها دونك الزيت ووش بيرت بشتز ولادها معه عنا شي هاداتي سي زوهير كي بديو زوز أخويتي قسم الروح مش في نفس الكاميون يعطيك الصحة بشكي تيح الكاميون يتيح ما يموتوش زنوه عظم أنا تخيل أنت أنا حبيت بالمناسبة هذه خطرة أحنا تحدثنا علينا رسبت بالمناسبة دي خلنذكروا نذكروا الدولة ونذكروا رئيس الجمهورية نقولوا وراء المسألة مش مسألة رفعان شعارات وتصاور المسألة اليوم فما قوانين يجب أن تطبق ويجب أن نذب هذه الفيات هذه مش طالبة برش حاجات كبيرة عن الفيات هذه طالبة خليها تخدم في ظروف أو في في ظرف يعني يوفرها لحد الأدنى من كرمتها لحد الأدنى من كرمتها أن تكون عندها شهرية يعني توفرها لحد الأدنى من تقتضي وتتنقل وهي بيش خايفة ولا قدر لها لو صار حادث مأمنة مأمنة على أولادها وعلى مستقبلها وعلى مستقبل صغرها فعيب اليوم دولة دولة ما عندها حتى حصائها رسمية تولي حصائيات المجتمع المجتمع المدينة متاع جمعات المنتدل الاقتصادي والاجتماعي وغيرها شخصة ناس تخدم على الموضوع ذا هذو ما تقديراتهم لكن كتمشي تولي وزارة المرأة الموقرة تقولها عطينا ترى الأرقام بالضبط وماذا فعلت يا وزارة المرأة للناس هذوما وقدش من أحادث كذا إلى خري أنا متأكد وهذا مش بتأكد هذا متأكدين منه ماكش بش تلقى حتى رقم صحيح عند الدولة المسيئة وهذا عيب كبير